منظومة الخبز والمستفيدين والسلع الأساسية كم مليون مواطن بيستفيد من القصة دي كلها؟ دعاني نتكلم June웅 منظومة الخبز ومنظومة التموين منظومة الخبز يستفيد منها حوالي 97 مليون مواطن ومنظومة التموين يستفيد منها 64 مليون مواطن دول طبعا فيه الأداة التي بتوصل الدعم الأداة الإلكترونية أو الأداة الافتراضية اللي بتوصل الدعم وهي البطاقة الزكية أو البطاقة التموين الزكية دي حوالي 21 مليون بطاقة بعد التنقية؟ لا يا فندي بالتنقية إحنا شغالين دلوقتي في التنقية وصلنا في التنقية حوالي 25% في الإجمال في المجمل لكن بعض مدريات التموين وصل فيها معدل التصحيح أو معدل التنقية حوالي 100% بعد مدريات التموين لكن في المجمل حوالي 25% من التصحيح نسبة التصحيح تمت وإن شاء الله جاية التصحيح وإحنا طبعا دلوقتي حتى المواطن اللي ما قدرش يلحق أنه هو يحدث البيانات عن طريق الويب سايت أو عن طريق مكاتب التموين ادنا لفرصة طبعا عن طريق لجنة تظلمات معالي الوزير تفضل وطلع توجيه هزاري أصدر توجيه هزاري رقم 30 أنه هو يكون في لجنة تظلمات مشكلة بتفحص كل الناس اللي ما قدرتش تلحق وتودي البيانات التحديثة الخاصة بيها لمكاتب التموين يقدر يتوجه لمكتب التموين الخاص به في النطاق الجراف الخاص به بس للأسف هو ورقيا تماما يتوجه ورقيا مش هيدخل الموقع الإلكتروني بزبط فان بزبط ورقيا باستمرار تصبح بنا حتى لو تحزف لجنة التظلمات دي نقدر نناقش فيها تاني لأن المكتب هيكون هو اللي دي الحق أو الدخول للسيستم وإضافة أو حزف لا أنا قصدي أنه بطبيعة الحال هيكون خرج من السيستم على الموقع الإلكتروني السيستم ده بيكون موجود تحت إدينا إحنا اللي بنتحكم فيه الجهات الخاصة في وزارة الإنتاج الحربي والشركات القائمة بإصدار البطاقات الزكية هي اللي بتطبق المنظومة دي فالحزف والإضافة بيكون من عندها هي